السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بحضراتكم ويا رب الجميع يكون بالفخر وسعادة برحب بكل الناس اللي بتتبعين عبر قناتي قناة اسلام علو على اليوتيوب تاني فيديو نطلعه النهاردة ولكن فيديو مهم جدا ورائع جدا وفي رسالة مهمة جدا لطفلة رائعة جدا ويه هتستحضرني هنا حكمة مهمة قوي حكمة مهمة جدا تناسب هذا المواقف بتقول اعمل في صمت ودع نجاحك يحدث الضجيج اعمل في صمت ودع نجاحك يحدث الضجيج يعجبني جدا النجاح اللي بيجي من غير جعجعة ولا كلام كتير ويعجبني جدا ان النجاح يجي لوحده وهو يرد على حجم الاتهمات او على حجم التهميش اللي بيحصل قبل ما اتكلم في التفاصيل انتوا عارفين كالععاب اللي مشتركش في القناة ياريت اشتركوا فعل زر الجرس واللي مشترك اكيد بشكروا على اشتركوا ولكن لا اتمنى لايك على الفيديو ده اللي يصل بقى الناس النهاردة هنتكلم على بطلة من ضمن الابطال سن صغير ولكن بطلة وسادة اللي قال بيتولدوا ابطال وبيتولدوا اسود وبيتولدوا نكحين وباسم الله ما شاء الله كانها جينات من اسود الاطلس من اطفالهم الى رجالهم الى شيخهم الجميع الجميع ناجح والجميع بالفعل ابن اسد النهاردة هنتكلم على الطفلة الرائعة طفلة ايه البطلة الرائعة اميرة طهري مين اميرة طهري اميرة طهري صاحبة العشر سنوات وكان عشر سنوات ونص والحيد واشر سنة الجدعانة من عندي السن ده بالنسبة لبعض البلدان التانية بتروح تاكل جميز على الشجر بتطلع تتمشى وتنطف الترعة في اماكن كتير جدا تلاقيها بتلعب وبتجري في الترعة ولكن هنا مع اميرة طهري الرائعة المغربية بطلة قدرت تصل لمرحلة انها قوم بطلة والعالم كله يتكلم عليها اللي انا بكلمك عليها طفلة جميلة مش عايز اقول طفلة دي بطلة جميلة جدا وقفة عندها ثقة غير طبعية في نفسها واتشوفها كمان وهي باللباس المغربي وده الهوية اللي انا بقولك عليها والله العظيم سورة عجبتني جدا بص الامر اللي انا شوفه قدامك ده شوف السغنن ده هي دي شا فيه جمال بعد كده لفسك كده ازاي المغربي والحزام بتاعها ووقفتها شاف السقة ونقولنا خالص في نفسها ورغم انها نقولنا بطلة وعملت دلوقتي انجازات ما حدش هتخيلها هقول لها حضراتكم عليها دلوقتي انا قلتها بلكده يا جماعة اللي فاكروا اللي امتبعني من زمان قلت المغرب بتعمل نجاحات من الصغيرين للشباب للمشايخ للعواجيز وقلت ناقص ايه الردع قلت ناقص الردع او ما شاء الله اقتربت المغرب منها تصل لمرحلة الردع تصل لمرحلة الردع نزلنا بالدرجات من الشباب اللي هو 17 سنة نزلنا هو 13 سنين فاضل 7 سنين وفاضل بعد كده 3 سنين ونقفل بعد كده ايه الدنيا على كده بص الجميلة واحد يجي يقول لي ايه يا عم الطقم اللي فات ده ما كانش عليه النجمة بتاعت المغرب طب خد يا عسل ابو دمه خفيف بص الجمال بص الجمال والحلوة ادي النجمة الرائعة جدا بتاعت المغرب ودي الحزام اللي يوزبط بقى انها بطلة ودي حلو قوي شعار المغرب واضح كده من نسبالك دلوقتي بص البطلة الجميلة السواننة دي مشروع بطل مشروع بطل ناس ما بتحرقش بنزين كتير ناس بتدور عن نجاح بص هناك الاجانب والدنيا كلها ببصولها ازاي وبص اللي كانت بتلعبها دي يا جماعة جسمها اعمل ازاي فرق غير طبيعي وفرق شاسع بصوا يا جماعة بصوا العلمين دي بصوا عليها جسمها يعني مختلف ازاي وتحس فيه ترابيس وبتاع وبص نجمتنا العربية المغربية الامازيغية رائعة جدا بص الفرق ولكنها لاصرار الجرنتة اللي دايما بنقول نختلف على الاوروبين في كده والحمد لله الحمد لله ان الزرعة المغربية ولادة يعني ايه زرعة المغربية ولادة بدأوا من دلوقتي يحطوا في قلوب واعقول حتى اطفالهم المغربة انهم لا يقلوا عن الاوروبين في اي حاجة تاني بدأوا من دلوقتي يزرعوا في قلب كل طفل وطفلة مغربية انهم لا يقلوا عن الاوروبين في اي حاجة فيطلعوا من صغرهم مسدقين الجملة دي فيطلعوا من صغرهم قادرين ومصممين على انهم يتجاوزوا اي حد مهما كانت جنسيته وهنا العظم وهنا الاسرار وهنا الزرعة الجميلة اللي بتجبر في قلب كل طفل انه يطلع ميصدق انه هو افضل من غيره قد نجمتنا في البطولة هقولكم شوية ارقام دلوقتي جميلة جدا هتعجبكم عن نجمتنا ويا رفع عديها بص البطلة ويا بتستعد كده في احد الجولات فرج عليها جمال الفتاة الجميلة المغربية الرائعة والبشرة الامحوية الجميلة الرائعة البشرة العربية الافريقية الامازيغية الجميلة شوف الاسرار وشوف الروح وشوف الجمال واستعدادها للجولة شوف هنا بعد بقى مع مدربها ومع طائم الفني بعد ما خدت الحزام ومش اول مرة تاخد الحزام ولا خدته صدفة ده انا هقولك دلوقتي شوية ارقامها هتنبهر هتنبهر اميرة طهري يا بطلة يا كبيرة حياتي انا اسم اسلام علوي بقولك انت جامدة جدا من مصر بقولك انت جامدة جدا جدا بصوا انا بقى واحد بس كده يجي يقولك الحفلات اللي بتكلم عن شكلة الحفلات بصوا المنظر بصوا على من مغرب حجم ود ايه ومعمول ازاي وبصوا المنظر الرائع وبصوا المنظر الرائع والوفود المغربية هناك كلها في المكان البطولة هقولك اللي هي التفاصيل عنها بصوا المنظر الجميل شوفوا الاداء الرائع وشوفوا برضو حتى ناس اجانب برضو قفين بيحتفوا بهذه الطفلة الرائعة البطلة المتقلقة وعالم المغرب في كل مكان في المرحلة العمرية المختلفة اعملوا لايقات على الفيديو دوت عشان يصل لاميرة نفسها لازم يوصل لها عشان نقول لها رفعت رأسنا يا بطلة لازم نقول لها رفعت رأسنا يا بطلة عايز اجيب لكم بصوا بصوا هي وقفة كده بالحزام ايه الجمال والعسل ده تقريبا اللي وراها ده والدها بصوا الجمال مغربية جميلة والله كل واحد يتمنى ان يديكم بنته ولكن هي بقى بنتنا كلنا بنته كل العرب وبنت الافارقة وبنت الامازيغ والجمال بنت المغرب الرائعة جدا اللي راجل ولا كبيرة ولا بتاع لا دي بنت اهو اقل حتى يعني نساء المغرب ابطال نساء المغرب ابطال نساء المغرب واطفالهم نساء وطفلة الموضوع يا جماعة كان محتاج شغل كبير جدا وكان محتاج مجهود كبير جدا وكان محتاج نقاق كبير جدا تعالوا لكم بقى الخبر واتمنى ان اميرة تكون بتسمعنا تمكنت لعابة رياضة الكيك بوكسينج المغربية اميرة طهري نهاية هذا الاسبوع بعمستر دام بولندا من الظفر ببطولة العالم في هذا التخصص وذلك ضمن فئة التمانية وتلاتين كيلو النونة اللي قلت لكم عليه الرضع والنونة احنا فضلينا بس في المغرب مرحلة واحدة مرحلة ست شهور مرحلة ست شهور ينزلوا هم في بقوم كده الرضعة ياخدوا بطولة ويبقى كده المغرب قفلت المنهج هم دول بس لنقصين ينزلوا كده يعني هم تلومها كده اطفال نونة كده ست شهور رضعها كده ويرفعوا اي بطولة عشان كده ايه نحن احنا جبناها كلها يبقى المغرب جابيتها كلها من شرقها لغربها ومن فوق لتحت وجاء فوز امير اميرة الطهري بمدينة امستردام هولندية عجب تغلوبها على غريماتها البلجيكية ده اللي قلت لكم عليه اللي هو الزرعة اللي صدقت انها تقدر تعمل ايها حي ما شاء الله بلجيكة يعني متضمرة قدام المنتخب المغربي وقدام اصلا المغرب على صعيد كرة القدم خسائر وعلى صعيد حتى كيك بوكسنج والاطفال والبطولات ده بتاع بتخسر برضو اللي خسرت اسمها اناس مغلتينيكس اسمها صعب قوي في اطار بطولة ولاست هذه المرة اسمع بالحيطة المهمة دي لاست هذه المرة الاولى التي تفوز بها اميرة بهذا اللقب فقد سبق ان زفرت بهذه البطولة خمس مرات باسم الله ما شاء الله لك قل بلا ربنا احميك اميرة عندها لسه 11 سنة واخرت البطولة خمس مرات يعني يشيل خمسة من 11 يعني كان عندها 6 سنين وهي بتاخد البطولة دي بسم الله ما شاء الله قوات اللي بلا عايز اقولكم كمان على ارقام اميرة المطلقة الوقت هيكده واخد البطولة دي 6 مرات 6 من 11 يعني من هوية 5 سنين محتكرة البطولة دي كما سبق للبطل المغربية انها خاضت 26 مباراة بدون هزيمة بسم الله ما شاء الله 26 مباراة شلعبته بدون هزيمة انتصرت في 9 منهم بالضربة القضية العب يا اميرة 9 منهم بالضربة القضية واخترت اميرة في عام 2019 افضل موهبة شابة في هولندا الى جانب ترشحها كموهبة السنة ضمن مسابقة اميرة الجمادان ده ضربت الضربة القضية 9 مرات 9 مرات يا جماعة بصولها الجميلة دي 9 مرات ضربت بالقضية يا جماعة وهناك اختروها شخصية العام لازم اجيب لكم بقى باللبس المغربي كده عشان بيعودوا تلككوا اي بالنجمة ضربوا بالقضية دي يا جماعة السغنة ضرب بالقضية ان شاء الله عليك تحياتي يا بطلة وتحياتي لحضراتكم ودائما معاكم في الوقت المحتاجين في عمري في حياتي ما هسيبكم فاي نجاح اي ان كان مكانه انا عايز الفيديو ده يصل لامير عشان اقولها مبروك واكتبوا له تعليقات ايجابية عشان اكيد هتشوف التعليقات دي كل اللي قبلها شافوا الحمد لله الفيديوهات الخاصة بيهم فاي ان كان النجاح وشكروني ويبعتولي فانا عارف ان الفيديو ده هيصل لامير هتمنى تبقى تقولها كلام ايجابي جدا وانا بقول لها تحياتي ليك اسلام علوي هتمنى هتوصل لي وتبقي افضل نجمة في العالم كله وتبقي رقم واحد ما انت افضل نجمة فعلا في العالم كله ولكن بقى تكملي بقى عايزك بقى تلف على كل البلدان كده بالضربات قاضية زاوية دي ضربات قاضية على قد ما تقدرين انت ضربة تسعة انا عايز ربعمية ضربة قاضية تمام؟ تحياتي ليك المسلم علوي واشوفكم باسم الله فيديو اخر سلام عليكم